السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة ووصفة جديدة من مطبخ فيروس أو فيروس كيتشم بالإنجلش الوصفة اللي هقدمها لكم النهاردة وهي وصفة شرايح الخبز المشبعة لأنها بتشبع جداً جداً ومش محتاجة أي صعوبة خالص في العميل هي سهلة جداً نشوف الخطوات مع بعض ونشوف المقادير اللي هنحتاجها إيه وهشة جداً وطعمها حلوة قوي بديلة للفينو والعيش البلدي والحاجات كلها اللي بتتخن وبتجوع كمان هبدأ أول حاجة في البولة هحط فيها كباية من المياه الدفية لا هي سقعة ولا هي سخنة هي يضب مدفيها وهضيف لكباية المياه الدفية معلقة كبيرة من العسل الأبيض هضيف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة سواء خميرة فورية أو الخميرة البلدي اللي معي دي خميرة فورية وهقلبهم كويس مع بعض طول ما احنا ماشيين كده خطوة بخطوة بالمقادير هقولوك إيه اللي ممكن نستغنى عنه وإيه الأساسي معنا في الوصفة معي معلقة كبيرة من الحليب البودر دي ممكن نستغنى عنها في الوصفة ولو حطناها بتدي كيما غذائية أعلى طبعا للوصفة ومعي ربع كباية من حبوب بذر الكتان معلقة كبيرة حبة البركة ممكن تستغنى عنها بس أنا بحب طعمها في الوصفة وربع كباية من جنين الأمح كل الحاجات دي عند العطار متوفرة على طول وهضيف ليهم معلقة صغيرة من الزعتر وربع معلقة من الكركم وربع معلقة من الجنجبيل البودرة ورشة من الملح أنا مش بكتر الملح عشان الملح بيحوش مياه في الجسم وأنا مش عايزة كده طبعا بتبقى مظبوطة جدا وطعمها حلوة قوي قلبتهم كويس قوي مع بعض آخر حاجة بضيفها اللي هي الشفان هبدأ أحط شوية بشوية وقلب الكركم طبعا بيدي لون حلو وفايدة كويسة جدا وطعمه مش وحش خالص في الوصفة وازنجبيل نفس الكلام ما بنحسش أنه طعمه مر ولا بنحس بأي حاجة بس بناخد الفايدة اللي فيه أنا قلبتهم كويس قوي مع بعض يدوب خدت ربع الكمية وهبدأ أحط الباقي وأقلب لازم تكون العجينة معايا مش متمسكة يدوب لما لاقي نفسي مش عارفة أقلب خلاص كده بالمعلقة كل ده أنا ما مدتش إيزي في العجينة خالص كله بالمعلقة أقلب بمعلقة خشب كويس قوي أول ما لاقي نفسي خلاص مش قادرة أقلب العجينة تقلت معايا بس برضو هي ملزقة هسيبها شوية عشان لو نشفت معايا مش هعرف أشكلها تبقى تقيلة جدا في الشغل فيه شايفين كده تقيلة جدا هبدأ أحط بقية الكوبايتين وربع وهحاول أقلب كويس قوي أنا كده قلبتهم كويس قوي مع بعض شايفين العجينة تقيلة قوي وفي نفس الوقت مش هعرف أشكلها هغطيها لمدة 10 دقايق ربع ساعة وبعد كده ألاقيها شربة السويل الشوفان بيشرب أي سويل هتبقى مظبوطة معايا إن شاء الله نشوف مع بعض كده طبعا خمرت معايا وبقى تهشة قوي شايفين كوامل العجينة عاملة زي مظبوطة جدا مستحيل مستحيل محدش يعرف يعملها لو مشيتوا على نفس الخطوات دي هبدأ بقى دلوقتي إن أنا أستخدم إدايا في العجين لازم هعجينها كويس واشوف إذا كانت محتاجة دقيق ولا لا هي لستة بتلزدق معايا شوية هضيف ليها معلقة من دقيق الشوفان معلقة كبيرة من دقيق الشوفان هتلم معايا العجينة كويس قوي هورديكو دلوقتي اهي يدوب معلقة هتزبط معايا العجينة كويس عشان أقدر أشكلها برحتي شايفين كده اتلمت خالص طبق بقى نظيف كده أعرف إن العجينة بتاعتي مظبوطة هجيب بقى دلوقتي كثين نيلون عشان أشكل عليهم العجينة بتسهل معايا جدا الحركة دي هدهين هيدوب دهنة واحدة بس من الزيت عشان ما تلزقش فيه موضوع ده هيسهل عليكم جدا وممكن تستبدله بورقة الزبدة ما بين ورقتين زبدة كده وتفردوها عادي معايا صانية عليها ورقة الزبدة واللي ما عندوش ورقة الزبدة أو هيستغنى عن ورقة الزبدة يدهن الصانية برضو دهنة من الزيتة عشان خاطر الشرايح ما تلزقش في الصانية وطبعا الألمونيوم أحسن حاجة بيوزع العجين يخليه استوي من كل الاتجاهات بس أنا عايزة يدوب هوسطوم كده كويس أو بتطلع مزبوطة بالقطع وهقطعها أو ممكن بستكينه أنا هقطعها دلوقتي على شكل مربعات وممكن بأي حاجة أي قطع عندكم المتوفرة عندكم أنا بعمل بالحاجات المتوفرة في كل بيت اللي عنده إمكانيات أي أشكال قطعات دي بقى أبرحتكم الأول أنا ببدأ بعمل أي حاجة متوفرة ممكن تبقى موجودة في كل بيت دلوقتي أنا بحاول أن أنا أخلي كله مقاس واحد شايفين شكل العجينة عاملة زي ومزبوطة جدا هبدأ أكمل بقية الصانية وعيد نفس الخطوات دلوقتي أنا ولعت الفرن يسخن قبلها بشوية أنا كده خلصت الصانية الأولى هدخلها الفرن رف أوسط هبدأ بقى أعمل لكم شكل تاني أنا معايا كوباية كوباية بلاستيك موجودة في أي مكان وفي كل بيت موجودة أي قطع أي حاجة مدورة الشكل اللي تحبوه بقى واللي ترتحولو زي ما تحبوه طبعا لازم الحاجة تكون شكلها حلو عينينا برضو بتاكل قبل ما احنا بناكل أنا كده خلصت الصانية التانية دي وهسيبها بقى لما الصانية التانية تطلع من الفرن دي كده خلص طلعت معايا هوريكوا بقى شكل استوى عامل ازاي الفرن ولع عندي على 180 وكان سخن قبلها بعشر دقايق أول ما لقيها احمرت كده من تحت اعرف ان هي استوت تماما وده الشكل النهائي معايا بتمنى يا رب الوصفة تعجبكوا وتشوفوا قد ايه هي هشة وازاي اللي خمرت معايا كمان قعدت شوية دخلت الاخر من كتر ملعجينة مظبوطة جدا فتحت من النصط وبقت هشة بتمنى يا رب اكون سهلت الشرح عليكم وسهلت الوصفة عليكم وتقدروا تعملوها وملحوظة اخيرا ما تنسوش تشربوا مية كتير جدا جدا مع الشفان وانا هحفظ الشرايح الخبز دي ازاي انا هحطها في علبة في التلاجة ياريت ما نحطهاش في كيس اشوفكم في حلقة جديدة وفي وصفة جديدة